السؤال الثالث دكتور لو سمحت أنا بنتي عندها خمس سنين وشهرين أهلا وسهلا وأنا نفسي أنمي فيها عزة النفس آه ده موضوع حلو ده ممكن حضرتك توجهني أتعامل إزاي خاصة أني موجودة في مكان المستوى المادي أعلى مني وهي بتشوف مغريات كتير وبتبقى مشغوفة أو عندها شغف جامد بيها وأنا مش حبة كده اتكلمت معاها وقلت لها لما تحبي حاجة قوليلي وأنا لما يكون معايا فلوس هجبها لك على طول عشان أنت حبيبتي مش عارفة أنا كده صح وإزاي يعني أعلمها من غير ما تحس بنقص ممكن حضرتك تفيدني ربنا يبارك في حضرتك ماشي تمام أولا أنا بقولك بقى ربنا يبارك في حضرتك ويبارك في بنتك كمان يعني يبارك فيك بجد ليه؟ بيبدء كده أن الوعي بأي مشكلة لما يبقى عندنا وعي بالمشكلة هو أساس الحل يا ما فيه ناس بيبقى عندهم مشاكل بس هم عاملين لها يا إما حالة إنكار يا إما هم مش داريانين بيها زي ما بيقولوا إنما لما يبقى حد عنده مشكلة ده مش عيب ده ده نص طريق الحل أو أكتر خلال بقى عندنا وعي إيه هي المشكلة طيب بالنسبة للموضوع اللي إحنا سمعناه ده أو السؤال اللي حديد يجبعاتيه هل الموضوع ده مشكلة؟ الإجابة أيوة موضوع ده مشكلة اللي إحنا سمعناه ده في مشكلة مشكلة كبيرة كمان لإن المجتمع كله أو أغلبه يعني أولا بقى يحفز على النمط الاستهلاكي الغير منضبط إنت جبت إيه ده إنت ما جبتش ما غيرتش تليفونك بقاله كتير إيه ده وأنت إنت جايبها لبنتك اللعب ما جبتلهاش لعب وبتلعب بألعاب أخوها أو ده الأخ ده بيلبس حاجات إحنا شفناه على اللبس ده شفناه على أخوك كبير اللي فارق بينهم سنتين المجتمع يعني مش عايزة أقول للناس يعني بقوا يدخلوا في اللي ملهمش فيه لا بقوا يشجعوا على فكرة الاستهلاك الاستهلاك وده حاجة غير منضبطة طبع ده أولا عشان كده ده مشكلة الموضوع ده ثانيا كمان لإنه كتير قوي من الناس والناس الكبار هنا بقى الأسعى مش الكبار اللي في السن لا الكبار اللي هم الأدلت يعني اللي هم مش الأطفال يعني كتير من الناس وبالتالي أطفالهم بقوا يحكموا على قيمة الإنسان أو البني آدم من خلال معايير مادية بحتة طيب نرجع للسؤال هل حكاية الوعد اللي حضرتك أو للأم قالتها البنتها دي أقول ليلي على الحاجة اللي أنت نفسك فيها وأنا لما يبقى معايا فلوس هجبها لك عشان أنت يا حبيبتي يعني ده كان السؤال كده هل حكاية الوعد دي صح ولا غلط تفتكروا أنتوا إيه الإجابة أنها غلط الحقيقة يعني يعني حضرتك ليك كل الاحترام والتقدير أنك منتبهة وبتبعتي فعلا يعني تسألي على حاجة شديدة الأهمية وده يدل على وعي حضرتك الكبير كأم لكن التصرف غلط الإجابة دي غلط هقول لكم ليه أولا لأنها بتؤكد على المعنى اللي لسه بنقوله وهي أن القيمة في الأشياء يعني الأشياء دي اللي هي نفسها فيها البنت فعلا لها قيمة كبيرة وقد تكون ليس لا قيمة على الإطلاق على فكرة تمام؟ وإن مشكلتنا إحنا إننا مش عارفين نجيبها أو مش قادرين نجيبها للطفل وده غلط ثانيا لأن التفكير بالطريقة دي بعيد تماما عن جوهر التربية الحقيقة يعني الجوهر الحقيقي للتربية ما كانت الأم والأب يا جماعة عند طفلهم أو طفلتهم بتقاس بحاجات تانية خالص مش بإن إحنا جبنا له إيه؟ بتقاس بالحب إحنا بنحبه قد إيه؟ والعطف والاحترام والتشجيع وإن إحنا نكون قدوة حسنة له وإن إحنا نكون سند للطفل ده أو الطفلة دي وإن إحنا ننصحهم وإن إحنا نعلمهم ونعلمهم كل حاجة في الدنيا وغير كده هي دي قيمة الأمومة والأبوة مش إن أنا جبت لابني لعب ولا جبت لابني لبس ولا جبت لابني إيه؟ لا قيمة حضرتك وحضرتك كأم أو كأب بتقاس باللي إحنا بنقول عليه ده يعني مش بالقدرات المادية ولا حتى بقى بحجم إنجازات الأب ده ولا الأم ده يعني حجم إنجازاتهم في الحياة شفت بقى يا ابني أنا عملت إيه في حياتي عشان تبقى فخور بيا؟ خالص خالص يا ما ناس عامل بسيط في أي مجال قادر إنه يكون أحسن وأهم وأعظم أب لولاده في نظر ولاده وتكون دي الحقيقة ويا ما ناس يعني يكونوا عندهم يعني بسطة في الرزق وعندهم ثراء وعندهم فلوس ها؟ أغنية يعني وبالنسبة لولادهم مش قدوة حسنة وده يطلع ولاده الأولان يطلع ولاده زي الفل والتاني يطلع ولاده متعثرين في الحياة وفي التعليم وهكذا فيه فرق كبير أو يا جماعة يعني ما بين الغنى والثراء وده والله مش كلام فلسفي والله مش كلام فلسفي أنا مرة من المرات حصل معي الموقف ده يعني كنت يعني في ظرف مهني يعني معين وكنت قاعد مع حدي يعني وكان يعني بنتكلم في شغل وحاجات زي كده وهو يعني تصور وأنا ما كنتش عايز يعني الموضوع ما كانش ملائم يعني لي فهو قال لي يعني أنا ممكن يعني نزود الفلوس يعني وكده ويعلم الله سبحانه وتعالى أني في الوقت ده يعني ويمكن ما زل يعني ما كانش الواحد عنده أنا بحكي لكم حكاية شخصية والله بشاركها معاكو يعني فقلت له يعني قلت للصديق اللي هو قال له كل الاحترام ده يعني قلت له أنا غني ولست ثري يعني هو بقلت له لأ فقال لي يعني أنت إيه أنت مش عايز فلوس قلت له لأ أنا غني فدحك قلت له آه أنا غني بس مش ثري غني من الاستغناء وده مرة تانية والله ما كلام فلسفي الغني هو اللي بيستغنى عن حاجات كتير قوي الثري ده آه ثري بقى بأموال وقاطيان وممتلكات ربنا يا ربي يدي للناس كلها كل حاجة حلو لكن الغني ده غني ممكن يهم ناس يعني بيبقى غناهم في قلبهم وغناهم في حياتهم وغناهم في كرمتهم وغناهم في مسلكهم في الحياة واختياراتهم الصائبة المواقف اللي زي دي يا جماعة مش المواقف بتاعي المواقف اللي هي اللي احنا بنقدمها لولادنا كقدوة حسنة هي اللي بتصنع جودة التربية يعني أنا عايزك تعودي كده مع بنتك وتقول لها الحاجات اللي انت شايفها دي بجد بقى مش لازم تدمر لها يعني الصورة بس بجد وبموضوعية تبتدي تنقشيها في أهمية الحاجات دي وإيه انعكسها علينا وإيها هي مهمة ليه أو انت ليه ليه بتبصيلها أنا عارف الأطفال لسه ما عندهمش القدرة على التمييز بس المفروض ان دي شغلتنا احنا بقى ككبار وخبرتنا ما نشاركش بقى الأطفال يعني ما يبقاش الطفل نفسه في حاجة فاحنا بقى نبقى بنكتفي بالحصرة وان احنا نقول ما عندناش المقدرة لا مين قال ان احنا ما عندناش المقدرة انت عندك المقدرة انك تشرحي لبنتك وتحبيها وتلعبي معاها يباقوا أمهات بيعودوا كده يجيبوا ورقة ويعودوا يعملوا مركب ويعودوا يعملوا مش عارف ايه ويعودوا يرسموا مع بعض وتلاقي الطفل في منتهى السعادة صح ولا غلط التربية هو ده جوهرها يعني عشان كده انا بقول لكم في حالات المقدرة المادية يعني لازم نفكر كمان ان احنا كمان لما يبقى عندنا مقدرة مادية وربنا يعني موسع الرزق يعني المادي لان مش كل الرزق فلوس لازم كمان نعلم الطفل مبادئ الاعتدال في السلوك وانه عنده ثقافة التواضع ومزايا الاستغناء عن كل ما هو سطحي وغير ضروري لازم احنا اللي نقول لولادنا كده ما نبقاش لا ده لا بخل ولا ان احنا نبقى بخة لا ولا ان احنا بنبخل على ولادنا خالص ده دي الموضوعية ودي الحاجة الحلوة خلاص الحاجات دي يا جماعة هي اللي بتأثر في حياة الاطفال يعني بتأثر في حياتهم طول عمرهم مش في مرحلة الطفولة وبس ترجمة نانسي قنقر